يوم الأمس سجلنا تقريبا ألف حالة ما يناهز ألف حالة وهذا يعني رقم قياسي في عز انتشار وباء كورونا ارتبط اسم نبيل الرميلي بمكافحة الجائحة في مدينة الدار البيضاء عندما كانت مديرة جهوية للصحة بالعاصمة الاقتصادية وزيرة الصحة والحماية الجزماعية في حكومة عزيز أخنوش تتولى هذا المنصب الحكومي في ظل إرث ثاقيل وتحديات كبيرة لمواجهة ملفات قطاع الصحة مواصلة حملة التلقيح وتجويد خدمات القطاع الصحي والانكباب على تحديات هذا المجال الحيوية ملفات من بين أخرى تواجه وزيرة الصحة والحماية الجزماعية الطبيبة السابقة بمستشفيات مغربية تدرجت في مناصب قطاع الصحة منذ حصولها على شهادة الدكتورة من كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء سنة 2000 والسهلة نبيل الرميل التي رأت النور في العام 1974 مسيرتها المهنية بتعيينها طبيبة بمستعجلة المستشفى الإقليمي لوزان بين سنوات 2002 و2005 كما شغلت بعد ذلك منصب مندوبة وزارة الصحة بعملات مقاطعة بالمسيك ثم مندوبة لوزارة الصحة بعملات مقاطعة الدار البيضاء أنفا قبل أن تتولى منصب المديرة الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء سطات منذ العام 2017 راكمت القيادية بحزب التجمع الوطني للأحرار خبرة طاولة في المجال السياسي والجمعوي قبل أيام من توليها حقبة الصحة انتخبت نبيل الرميل رئيسة لمجلس جماعة الدار البيضاء وفي المجال الجمعوي ترأست المناسقة الإقليمية لحزب الحمامة رئاسة الجمعية المهنية الصحية للحزب إضافة إلى رئاسة الجمعية المغربية للتضامن